تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان انطلقت أعمال المؤتمر الإقليمي لحقوق البحارة في الخليج العربي وميثاق العمل البحري بتنظيم من الاتحاد العام لنقابات عمال البحري ويأتي هذا المؤتمر لتقديم رؤى لتطوير البنية القانونية لحماية البحارة عبر الحث على توقيع اتفاقية العمل البحري 2006 لطالما استطاعت مملكة البحرين لفت الأنظار نحوها حول التعامل مع القضايا العمالية الدولية بحرفية تامة بشكل عزز من سمعتها وثقة المجتمع الدولي بها ومن المؤتمر الإقليمي لحقوق البحارة في الخليج العربي وميثاق العمل البحري نقف اليوم عند الحماية القانونية للبحارة على السفن العاملة في مملكة البحرين نسبة لأحكام القانون البحري الصادر بمرسوم رقم 23 لسنة 1982 هذا المؤتمر هو المؤتمر الأول اللي يعقد في العالم العربي حول الاتفاقية البحرية الموحدة أهم شيء رح يبحث فيها أهمية هذه الاتفاقية الحقوق اللي بتمنحه هذه الاتفاقية سواء للبحارة أو لحقوق الدول حقوق النقابات حقوق العمال على البواخر وأهمية توقيع الدول على هذه الاتفاقية كما تعلموا البحرين تقع في البحر من كل الجهات محاطة في البحر من كل الجهات وفيها موانئ فاعلة موانئ ترانزيت وموانئ أهم لذلك رح نبحث مع الحكومة ومع النقابات أهمية مصادقة البحرين على هذه الاتفاقية أوعز المؤتمر من خلاله التواصل مع الجهات المتعلقة بالملاحة البحرية وتقديم رؤى لتطوير البنية القانونية لحماية البحارة عبر الحث على توقيع اتفاقية العمل البحري 2006 لتمثل مضلة حمائية لهذا النوع من العمل المؤتمر يمكن يكون فريد من نوعه حتى على مستوى الخليج العربي ولذلك حرصنا على دعوة الأخوان من سلطنة عمان من الإمارات من الكويت الشقانة في الخليج العربي وعارف الخليج العربي واقع في وسط البحر كله بشكل عام احنا خليج وبالتالي احنا علاقتنا بالبحر قديمة المؤتمر يصلت الضوء على هذه النوعية من العمالة اللي عادة ما محد يلتفت له خصوصا إذا بخصت حقوقها العمالية في عرض البحر على مون سلطنة عمان لها باع طويل في شؤون البحارة وكذلك مؤخرا يعني موجود عدد من البحارة الكليات البحرية ازدياد عدد البحارة فبالتالي كان لابد من المشاركة مع أخواننا في الأشقاء في مملكة البحرين للإطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بحقوق البحارة كون مملكة البحرين يحيط بها البحر من جوانبها الأربع غالبا ما يواجه هذا العمل سلسلة من الحوادث إلا أن للمملكة إنجازاتها في مجال مساعدة البحارة العالقين عبر التعاون مع المنظمات المتخصصة في هذا الشأن محليا وإقليميا إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين